فربينا بيبدأ بقسمين السماء وبيقولوا والسماء قسم بالسماء وقسم بالطارق ايه هو الطارق نجم ثاقب يعني ايه اولا الطارق الطارق هو الخبط ده طارق هل فيه في الدنيا نجم هيطلع صوت طب هنسمعه ازاي مين اللي هيسمع صوت النجوم البعيدة دي ده بعيد عن ده يعني ملايين السنوات الضوئية فدي كلها اسئلة لم يسألها الصحابة مع انهم يعني كل الاسئلة دي لا يمكن تصورها بالنسبة لعقولهم في الوقت ده او في الوقت اللي كان موجودين فيه لان في الوقت ده كان فيه قدر ضئيل جدا من العلم والمعلومات عن الفضاء ومع ذلك صدقوا لان هذا هو كلام الله بعد 14 قرن ينشأ علم اسمه علم الفضاء يرسل علماء للفضاء يرسل رواد فضاء يرسل تليسكوبات ذرية على حدود المجرة بتاعتنا تكتشف ان هناك نوعا من النجوم عجيب يصدر طرق طرقات وحجمه صغير في حجم مدينة زي مدينة القدس كده حجم النجم قد حجم مدينة واحدة لكن كتلته وزنها ممكن يوصل لكتلة الشمس هذا النجم او هذه النجوم بتدور حول نفسها بسرعة زي الشينيور سبينينج هوريكم فيديو فيه اصوات لعدة بيسموه البالسر بالانجليز بيسموه وعشان كده احنا فيه ترجمة مؤسس الجسور الطارق سمناه الصورة يعني ما يحدث ما يحدث نبضات فرجوا على الفيديو ده ده فيديو من ناشنال جيوغرافيك ترجمة نانسي قنقر بالرقم بتاعها ممكن تروح تطلعها وتقرأ عنها وتشوفها موجودة في اي مجرة من المجرات وتقرأ عن البالسر ده البالسرز النجم الثاقب اذا القسم بالساء وبنوع من النجوم خاص جدا يفضر طرق وثاقب ثاقب يثقب يثقب ايه ما نعرفش ما نعرفش ثاقب ربنا بقول لي انها جموث ثاقب هل بقى انه ضوءه ثاقب في الظلام الله أعلم قد نقول كده وليطلع حاجة تانية بعد مئة سنة متين سنة الناس تكتشف حاجة تانية صحب نوب بقى